هك هي ردود فعل الجمهور على مسلسل العودة يلي عم يعرض حاليا على إحدى الفضائيات المصرية ده من مسلسلات الأوف سيزن السلام عليكم العمل محترم جدا وأنا سعيد بيه وبرد فعله حتى من الحلقات الأولى اللي شدني للعودة عوامل كتير قوي أحمد حسن كمخرج أحمد حسن مخرج رائع وصديق عزيز وعنده دايما يعني شغف للجاي وربنا يكون فعونه صحي ما بينامش الأحلى حاجة في الورد ده الحمد لله إن هي بطولة جماعية بيتصدره الشريف السلامة طبعا كل واحد بطل في خطه ربنا وفقني أنا وكفرية العمل هنا نختار الأسدزة والفنانين حياتك قصاد الحاجة اللي عندك تدهاني أسيبك تعيش حاجة ايه؟ مبسوطة قوي قوي من ردود الأفعال اللي أنا لحد لوقتي يعني تلقتها ومبسوطة قوي بدوري ومبسوطة بالمسلسل ككل وتجربة قريبة لقلبي يعني من أول ما قريت الورق لحد ما لسه بصور العودة بالنسبة لي هو تحدي جديد لأنه جاي في أعقاب نجاح الحمد لله يعني نجاح كبير من بعد صوت وصورة فهو جاي مباشرة من بعدين بنعمل دراما السعيدية يعني أعتقد أنها هتكون معمولة بشكل جديد احنا مش بنسترجوا على فكرة احنا مخطوبين عارف فهيم أنا مجدرة كل إنت بتعملوا معاي أنا عايزة أعمل أكتر من إجداء عشان أثبتلك يعني أن أنا أحبك أحب صناع المسلسل أن يظهر السعيد بطريقة مختلفة وكمان عم يسلط الضوء على قضايا مهمة منها التنقيب الغير مشروع عن الذهب ألف سلام عليك هاشم ما تستغربش ليه طرق كثيرة وصلك بيها احنا بنعيش أواضي كتير جداً منها قضية التنقيب الغير مشروع عن الذهب فيه أواضي كتير اجتماعية وإنسانية من خلال الشخصيات كلها قضية الأمانة والشرف وأوااضي كتير جداً تتعلق بالحق يعني أموما فشديني الموضوع وأنا دايماً بشوف أنه عندي مسئولية تجاه الجمهور دي مسئولية ومسئولية اتربيت عليها من أبوي الله يرحمه مخرج الراحل سلامة حسنة تسلط الضوء على فكرة أن الصعيد يا جماعة علاء الصعيد على فكرة فيه حاجات حلوة كتير قوي 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 احنا يمكن مش مركزناش عليها في أعمال سابقاً أكتر حاجة ممكن تكون فعلاً عجباني في شخصيات كيين إن هي شخصيات موجودة دلوقتي معنا يعني بنات كتير قوي هي بنت درست هي بنت متعلمة هي بنت بتطلب حقها في الميراث حقها في الأرض حقها في حاجات ممكن قبل كده في مسلسلات تانية كنا دايماً بتشوف أن في الصعيد بنت مش هتتكلم مش هتقول رأيها مش هتقول لا مش عايزة الجوزة دايماً الرأي بيتفرد عليها أي إن كان إيه هي ملوش أي علاقة باللي هيحصل يعني لا يا أمه مش هسيبي القضية ياخد حاجي بالأصول ياخد بالقانون وإتقان اللهجة الصعيدية كان تحدي كبير بالنسبة لبعض نجوم العمل لا بنتكلم صعيدي زين يعني ما تخافش يعني بس لازم يكون معانا برضو الأستاذ عبدالنبي الهوالي لأنه هو مش مجرد مصحة هلاجة لا الرجل ده فعلا بجد عنده سنس شاعر وسنس قديم بنت من الصعيد بس في نفس الوقت هي درسة في القاهرة ودخلت جامعة في القاهرة فهي دكتورة بطرية ففي مزيج كده خفيف ما بين اللهجة القاهرية وكمان لسه متمسكة بالحاجات الأصول بتاعتها اللي هي من الصعيد ففي مزيج كده لذيذة عملناي وده كان مهم قوي يبين إنها درست وإنها فضلت شوية في القاهرة فأخذت برضو من اللهجة القاهرية يعني فأظن ده كان دايما مش صعب بس هو فعلا زي تحدي أنا ما روحش تماماً لللهجة الصعيدي وفي نفس الوقت ما روحش لللهجة العديدة اللي أنا بتكلم بيها أدم الموضوع ما روش أي علاقة بي أنا فعلاً بعت لك الرسالة عشان تيجي الدولة على قوك أنا بعمل خير ومليش أي غرض تاني لتخرج ملحمة العودة بهالشكل اطلب من مخرج العمل أحمد حسن مجهودة كبير فكرة أنك تشتغل مسلسل صعيدي في الظروف اللي أنا فيها دي وبعد الأعمال الكتيرة نكحة جداً صعيدة كان خطوة جارية جداً وفي الأف سيزون كبير موضوع صعب جداً اللهجة والأجواء واللوكيشنز والتفاصيل واللبس الحاجوختك يا هاشر هي اللي بتجري وراء آدم البلد كلها مش هتسامح ارحل يا آدم وإني على جور الزمان صبور صبور اشتغل شكرا